أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزيزي المشاهدين كابتن نخلة برضو مهم جداً إن احنا نعرف كيفية السعادة للمباراة القادمة القادمة عندنا مباراة أسوان واحدة من المباريات القوية لإنه خلال الفترة الأخيرة أسوان بيعمل مباريات جيدة ونديد أهلي بينظر دائماً للمقدم طبعاً يا أسلام كلامك منطيق جداً لازم أجلش مشارك كويس العمل النفسي اللي عبتنا دي الأهلياتي مهم جداً جداً مباراة ماتش أسوان طبعاً فريط أسوان هتيجي طبعاً من زي ما احنا متخلينهم برضو قبل الأخير في الدوري أو خلاص الشبه بيهبطوا موقفهم صعب جداً طبعاً عاوز أقولك إن هم هيجوا برضو حيبقوا زي البنك الأهلي تمام حيبقوا زي الانتاج الحربي حيموتوا نفسهم هتلاقي فيه لعيب بعيد لرجع المصابح هتلاقي خف تمام اللعيبة بتكلم الوكلة بتوعهم اظهر بشكل كويس مباراة دي عشان تتسوق بشكل كويس هتلاقي لعيبة بتقاتل في الملعب بيلعب قدام الناد الأهلي بيلعب قدام البطل بيلعب قدام الأفضل تالت نادي في العالم فكل الأمور دي كلها بالنسبة له هو بطولة يعني لعيب أسوان كل الاحترام لفرق أسوان أكيد فيه لعيبة كويسة أكيد فيه لعيبة عادة تسوق فحتلاقيها مباراة صعبة إحنا نازم نجهز لها تحضر كويسة أولاً خلاص أعتقد يعني إن دروس عمال ياخد دروس هو حتى قال أنا عمال أتعلم حتى المباراة اللي فاتت في المؤتمر الصحفي هو تنرفض شوية لكن قال أنا بتعلم والحمد لله تلاتة بنت أخدهم لكن تحضير كويسة أوي العمل النفس بقول مهم جداً يا إسلام أن أنت تجاهز لعيبتك نفسياً الزهني لازم تصف في زهنك عشان تقدر تأدي تمام تلاتة بنت من أول دقيقة من أول دقيقة أنت ضغط على الفريق في نصف ملعبه وكل اللعبة لازم يكون شق الهجومي بشكل قوي وأنا بقول له يعني أنت من في الآخر بنحاول نعمل تبديلاتها مصر المسماني حاول من البداية نصف اللعبة كله يكون في نصف ملعب في فريق أسوان عشان تقدر تنهي المباراة بشكل إيجابي مباراة أسوان والفرق اللي بتصارع على الهبوط أعتقد يا أحمد بتبقى مباراة أصعب كتير جداً من مباراة وسط الجدول أكيدة كابتن إسلام وخصوصاً أنت بتتكلم من الفرق دي أن الدوافع عندها أنا بشوف دايماً أن الدوافع عند الفرق اللي بتنفس على الهبوط دوافعها أكبر من الفرق اللي بتنفس على طولة الدورة وخصوصاً ده بيبقى موجودة عند اللعيب أنت طبيعي وانت كلعيب بتلعب أي نادي طبيعيك النادي الأهلك تب ما فتوح ليك عارف السلاء بيلعب إزاي عارف حسين الشحات بيلعب إزاي لكن ده برضو بيرجع للمستر المسماني أن لازم في المباراة دي أن أنت تخلص المباراة أول عشر دقيقة أو ربع ساعة تحسس لا أن الفرق أن أنت مش محتاج حاجة من الماتش لكن طول ما أنت الماتش تلت ساعة نص ساعة نتيجة تعادل لا هتلاقي فريق أسوان بيكتسب سكة هتلاقيه بهجمك ما تستغربش من ده لكن اللي هيفرق يمكن أنا عيشت مع بعض الفرق اللي كان بتنفس على الهبوط وانا بلعب وعيشت مع نادي الأهلي وانا بأخذ بطولات لا الفرق اللعيبة زي ما قالت كابت النخلة أن الدواف عندها كبيرة جدا عايزة آه طبعا يعني كلنا كنا بنبقى كده لما نلعب ضد النادي الأهلي تلاقي نفس بربع ليه بربع حسها أنت هتلعب كم ماتش أهلي في الموسيقى فده عند اللعيبة أكيد كلها فهتلاقيها هيدي المتين المية مش هيدي المية المية بتاعته اللعيب عايز سواق نفسه بيلعب صوت النادي الأهلي حسن ندي في أفريقيا فأكيد هتبقى مباراة صعبة فأكيد مش سهلة لكن اللي هيسهل عليك المباراة هو أن انت تجيب جنف أول دقايق أول عشر دقايق أول ربع ساعة وتجيب التاني وتجيب التالت هنا المعنويات تحت الفريق هتنزل وهتطيبط وبعد كده تاخد اللي انت عايزه من المباراة لكن لو هتسيبه أنه يجريك في نفس طريقة اللعب الحد آخر المباراة ده هيسبب لك مشاكل وأزمات زي ما شفنا مع الانتاج وزي ما شفنا مع البنك الآن قطر